إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد ها نحن مع الدرس الخامس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الحافظ بن كثير في اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بكتاب الفصول وكانت الدروس الأربعة الماضية تتعلق بما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من أحداث ولما أزف إشراق شمس النبوة وحان موعد الكرامة الإلهية لنبينا صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبَّب إليه الخلاء فكان يتحنث بغار حراء والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد يعني أن يتعبد لله ليالي متواليات كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان يعني حتى في الجاهلية كان هناك متعبدون يتعبدون لله سبحانه وتعالى باجتهاد وبعضهم على ديانات أو بقايا ديانات كالنصرانية والحنيفية مثل ما كان لقس بن ساعدة الأياد وكذلك عمر بن نفيل وورقها بن نوفل وكان على النصرانية يقول كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية وثورٍ ومن أرسى ثبيراً مكانه وراقٍ لبرٍ في حراءٍ ونازلي يعني به النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى إلى غار حراء وإذا انتهى طعامه نزل وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب بدء الوحي قالت أول ما بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح والرؤية هي جزء من الوحي كما سيأتي إن شاء الله الرؤية الأنبياء جزء من الوحي واستمرت هذه الرؤى ستة أشهر وهي بداية نبوته ثم إثنان وعشرون سنة ونصف كانت وحي من الله سبحانه وتعالى ولذا جاء في الحديث الرؤية جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي ستة أشهر كان يرى منامات رؤى لكن هذه الرؤى هي جزء من الوحي فكان لا يرى شيئا لا يرى رؤية إلا كانت مثل فلق الصبح تقول عائشة رضي الله عنها ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء وينضي أيام فإذا انتهى طعامه نزل إلى منزله عند خديجة وأخذ طعام تزود به إلى ليالي أخرى ثم رجع وهناك سبب وحكمة أما السبب فإنه لما اقترب موعد بعثة صلى الله عليه وسلم أصبح لديه إنكار شديد لما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام وشرب الخمر وكثير من البخالفات الشرعية فكره هذه البيئة فأحب أن يعتزل حتى يعني يتهيأ بنقاء وصفاء لبعثة صلى الله عليه وسلم ولمجيء الوحي أما الحكمة فاختياره لغار حراء لمن صعد إلى غار حراء وأنت في الغار ترى الحرام فكان معتزل لقومه وفي نفس الوقت مرتبط بالبيت العتيق وبالحرام ما يغيب عن نظره الحرام وربما قبل وجود هذه المباني الشاهقة في الحرام ربما كان يرى الكعبة لكن أنا صعت إلى الجبل وفي الغار ترى الحرام مع وجود هذا التطور وهذا العمران وهذا الاتساع في مكة تقول يقول بالكثير رحمه الله تعالى ففجأه الحق يعني جبريل وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر أربعون سنة وهذه هي مرحلة اكتمال الرشد عند الرجال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فاكتمال العقل والقوة والصحة هي في هذا السن وهنا يبعث الأنبياء في هذا السن فجاءه الملك فقال له اقرأ وكان هذا الحدث في يوم الاثنين في شهر رمضان في العشر الأواخر منه بالطبع اختلف العلماء هل هو في أول رمضان أو في أوسط رمضان أو في آخر رمضان وفي أي ليلة من ليالي رمضان أو في أي يوم من أيام رمضان لكن الذي دلت عليه النصوص أنه كان يوم الاثنين من رمضان وعمره وأربعون سنة وأنه كان في العشر الأواخر من رمضان لأنه هو وقت نزول القرآن الذي قال الله عنه إن أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان ويرجح العلماء أنها في الأوتار منه فقال له اقرأ فقال لست بقارئ النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس بجاهل هناك ملحظ يعني شاع مصطلح أمي بأنه يساوي جاهل وهذا خطأ الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب لكن قد يكون على معرفة وعلى علم فقال له لست بقارئ ما أنا بقارئ ثلاثا وفي كل مرة يأخذه ويغطه أو يغطه حتى يبلغ منه الجهد حتى يكاد أن أن يختنق ثم يطلقه ويلقي عليه السؤال مرة ثانية وثالثة ففي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهذا أول ما نزل من القرآن فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره يعني أعضاؤه الظاهرية يعني يرتجف تصور نزل من غار حرا وهو يبعد ميلين أو ثلاثة أميال ومشى حتى وصل إلى بيت خديجة وهو يرتجف من شدة هول ما رأى من خلقة جبريل عليه السلام فطرق الباب فتحت له خديجة وترى حالة الذعر والخوف فقال لها قالت ما بالك قال يا خديجة إني خشيت على نفسي يعني كأنه خاف أن يكون شيء من الجن أصابه فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا ثم ذكرت له السبب لماذا لا تخاف أن الله يخزيه قالت إنك لتصدق الحديث وتصل الرحب وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق انظر هذه الصفات تجعل الإنسان في أمن من المصائب الأعمال الصالحة تجعل المسلم في أمن من المصائب فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره فأخبر بذلك خديجة وقال قد خشيت على عقلي فثبتته وقالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديثة وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه عليه تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللقاء الذي فيه وحشة وفيه غرابة ما شاء الله أن يمكث قيل مكث أياماً وقيل أشهراً وقيل سنتين وزيادة وقيل ثلاث سنوات انقطع عنه الوحي فتعلقت نفسه بالوحي أصبح بدل ما هو خائف أصبح يشتاق لمقابلة جبريل حتى إنه يذهب خارج مكة يكاد يتردى من رؤوس الجبال وقيل في سبب ترديه من رؤوس الجبال ذكروا سببين السبب الأول أنه كان دائماً عيناه شاخصة إلى السماء فلا يبصر ما يمكن أن يقدم عليه فكاد يتردى أن يسقط من رؤوس الجبال بسبب أن بصره شاخص إلى السماء يبحث عن جبريل لعله يأتي من علو يأتي من شمال من شرق من جنوب من ينظر في الآفاق لعل جبريل أن يأتي وقيل السبب الثاني أنه يعني خاف أن يكون هذا الذي أتاه نوع من الإصابة فيكون عار عليه بين قومه لأنه خاف أن يوصف بأنه شاعر أو كاهن أو مجنون فكان يريد أن يتخلص في حالة يعني ضيق شديد لكن لعل الراجح هو السبب الأول أكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر